مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود بورج الدلو لشهر أربعة نيسان أبريل 2022 قبل أن نبدأ يا أصدقائي أتمنى الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدوس على اللايك الآن بلاش تنساني اللايك يا صديقي سنبدأ بسحب الكروت بسم الله إن شاء الله راح تكون بداية شهر ممتاز جدا مليئة بالأمور الإيجابية اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام وتحقق كل الأمور التي تسبو إليها من طموحات أو أحلام لأنك تستحق يا صديقي يا برج الدلو لأنه لكل مشتهد نصيب وأنت من الناس المجتهدين بتستحق أعلى المراتب لأنك تعبان على حالك ودائما بتحب تطور من قدراتك ومواهبك وإن شاء الله الفترات القادمة راح تكون مليئة بالأمور السعيدة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام طبعا يا أصدقائي أنا بعمل عشر قراءات خاصة ومجانية بتم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو طبعا للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرات اللي أنا بكتبه في التعليقات طبعا الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا والتوقعات القادمة لإذن الله تعالى وملئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام إذا كان في موضوع معين بحاجة إلى نقاش أو مشكلة معينة بشكل مباشر إن شاء الله متناقش فيه وبنلاقيله حل بإذن الله تعالى أبدأ نطول عليكم في المقدمة لنبدأ في القراءة يا أصدقائي بسم الله ستنصب اهتماماتك على رفع دخلك المادي ستتاح لك بعض الفرص لمكاسب مالية من أعمال إضافية وأعمال مشتركة بينك وبين أشخاص مقربين من حولك ممكن أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة هناك شراكة سيقترح عليك أحد الأشخاص اللي أنت يعني مش متوقع أنه يوما ما يكون بيناتك شراكة مهنية أو أشياء من هذا القبيل لكن يا صديق البني آدم بحال طبعه ما بعرف طريق السعادة لو بعرفها كان سلكها وما يغلى بحاله بهالحياة الصعبة هذا الشخص رح يفاجأك بقدراته اللي مش مبينة للناس بشكل عام لأنه بحال طبعه شخص يعني انطوائي مش اجتماعي مش مثابر أو أشياء من هذا القبيل بس عنده قدرات ممتازة جداً وأبرزها اللي هي أنه ذو رأي وزائد أنه كلامه دائماً صائب وصحيح أنه عنده قدرات زي ما حكيت لك يعني تقدرش أنك تتوقعها أنه تيجي عنده يعني مواهب من رب العالمين ويستحق هذا الشخص هذا الشخص رح تكون معه شراكة ممتازة جداً ورح تعود إليك بالنفع بالدخل المادي اللي جيد بس من جهة أخرى هناك نفقات ومصاريف كثيرة جداً تطلع منه من مصاريف يومية أو شهرية حاول قدر المستطاع أنك إعادة طبط أمورك وخصوصاً بالمصاريف اللي ما إلها داعي والنفقات المطلوبة منك اليومية والشهرية وإنت قادر يا صديقي لأنك شخص قيادي ما شاء الله عليك إداري من الدرجة الأولى وذكي جداً وبتعرف من أين تؤكل الكتف إذا قدرت تعيد أمورك برنامجك اليومي رح تخفف كثير من النفقات والمصاريف المطلوبة منك وهذا الموضوع رح يخلي أنه آخر الشهر يكون معك مبلغ مادي إضافي بتقدر يعني يا إما أنك تتذخره أو إذا أنه ببالك موضوع ما حاب أنك تشتريه شخصي أو تحديث في المنزل أو أشياء من هذا القبيل ستتخطى كل العراقيل والمطبات اللي كانت تواجهك في السابق في أمور كثيرة كانت في عندك تمنعك أنك تتقدم أو دائما تشعر أنه فيه إشي زي اللي بخليك أنه كل ما بدك تتقدم ترجع إلى الوراء كل ما بدك تتقدم ترجع إلى الوراء هذا الموضوع بسبب عدة أمور معلقة عندك أمور سابقة وقديمة حاول أنه هذه الأمور القديمة كلها أنك تتخلص منها وتلاقي لها حلول علشان ما تضلها تدفع بمصالحك إلى الوراء وتبدأ ودائما تبدأ من الجديد وتدفع بمصالحك إلى الأمام وإن شاء الله راح تحقق كل الأمور التي تسبو إليها راح تكون بداية شهر ممتازة فيها رفع بالدخل المادي ممتاز جدا أحيانا ستشعر في التعب والإرهاق الجسدي هذا بسبب المجهود المضاعف اللي راح تبذله بهذا الشهر لكن لما تتطلع على الإنجازات التي أنت قائم بها تشعر بالسعادة والطاقة الإيجابية أنه تعبك ما راح سدن لا إنجازاتك مبينة ما شاء الله عليك وإنت بتشتغل بالاتجاه الصحيح طبعا يا أصدقائي هاي كلمة أنك بتشتغل بالاتجاه الصحيح هي مفتاح كلام بالحياة كيف يعني في ناس كثيرة بتشتهد وبتتعب وبتلاحظ أنه يعني ببدل مجهود مضاعف بس أموره ثابتة أو ما بدفع بمصالح حول الأمام بتلاقيه بيشتغل بس بالاتجاه الغلط وليس الصحيح أنت ما شاء الله عليك بتشتغل بالاتجاه الصحيح وبس عملية وقت وراح تحقق الأمور الذي تسبق إليها من طموحات أو أحلام عاطفياً تشعر أنه الشريك عنده موضوع ما بخبيه عنك وخصوصاً أنه يعني متغير عليك بالفترة الأخيرة هذا الموضوع يعني بشعرك في القلق وحاب أنك تعرف ما هو اللي بخفيه الشريك أو الحبيب حاول أنك تحكي معاه بشكل مباشر وبدون يعني تخبي أي كلمة من مشاعرك وتواجه بمشاعرك وتخليه هو اللي يحكي بعد ما أنت تسأله خليه شوف شو ردت فعله ولا تحكي أنت لما هو يتكلم واكتفي بالسماع للإجابات اللي رح يقوم بها بهذا الموضوع بتقدر تعرف ماذا يدور في رأسه وشو هو اللي مخبي هذا الشيء اللي مخبيه عليك وسبب تغيره بالفترات الأخيرة القائمون على عملهم رح تكون قريب جدا من رؤسائك في العمل ورح يقدموا لك الدعم الكافي الفترة مناسبة جدا إذا كان إذا كان بدك يعني سلفة أو إجازة أو أشياء من هذا القبيل لا تتردد بطلب هذه الأمور من رؤسائك في العمل وبإذن الله تعالى سيتم الموافقة عليها والفترة كمان مناسبة جدا إلى منصب جديد وخصوصا الناس اللي يعني بفترة العمل تعيدهم يعني يكون مناسبة أنه يعني في ترقية أو أشياء من هذا القبيل رح يكون اسمك من أبرز الأسامي إلى منصب جديد وأنت تستحق يا صديقي يا برج الدلو ما شاء الله عليك وبتستحق على المراتب لأنك أنت الشخص المناسب بالمكان المناسب للمش قائمون على عملهم ستتاح لك فرص كثيرة جدا في عمل في شركات أو أعمال خاصة أو مشتركة الفرص كثيرة رح تكون أمامك حاول أنك تستغل هذه الفرص ولا تضيح ها من أمامك كيف يعني يا أصدقائي نستغل الفرص الفرص عبارة عن وقت معين قصير يا بتستغلها يا بتروح منك هذه الفرصة وما رح ترجع لك لأن الفرص دائما تأتي زي لمح البصر يا بتستغلها يا بتروح حاول أنك يعني لا تتردد في القرارات واستغل الفرص المتاحة أمامك لأنك رح يكون في عندك فرص رائعة جدا وخصوصا الناس اللي يبحثوا عن عمل ورح يلاقوا فرص مهنية ممتازة جدا أو أعمال خاصة كمان ممتازة جدا تعود إليهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد استلقى الكثير من الدعاوي إلى مناسبات سعيدة جدا إلى حفل زفاف أو عزائم أو أشياء من هذا القبيل ورح تكون في قمة الأناقة رح تكون مثل النجم بهذه المناسبات ما شاء الله عليك أنيق جدا متحدث من الدرجة الأولى ورح تسحب الأضواء إليك وخصوصا أنك رح تقوم بإنجازات بتخلي يعني تجبر الناس من حولك أنهم يعترفوا في كفاءاتك ويحاولوا أنهم يتقربوا منك بهدف أنك يكسبوا منك الدعم الإيجابي أو نصائح أو أشياء من هذا القبيل هناك أحد الأشخاص المقربين من حولك رح يكون عنده مناسبة خاصة جدا لأفراد العائلة رح تكون أنت متواجد فيها بهذه المناسبة هذه المناسبة رح يصير فيها خلاف بين اثنين من أفراد العائلة أنت رح تدخل فيها بس حاول قدر المستطاع كون على الحياد ولا تقف مع أحد اقبال أحد الآخر لأن يا صديقي بعد ما الأمور تهدى رح الاثنين هذول يتصالحوا وما رح ينوبك من هذا الموضوع غير أنك خسرت شخص من هذول الشخصين فكون محايد واكتفي بالكلام اللي بيجمع بين الطرفين وبحل هذا الخلاف بشكل سريع جدا وانت قادر انك شخص ذكي جدا وبتعرف كيف تحكي كلمات مؤثرة وواقعية وخصوصا انك لا تعرف الكذب وبتعرف كلمة الحق تماما لانه مولود برج الدلو دائما مع الحق وعمره ما وقف مع الباطل لانه هاي الصفة من صفات الأخلاق الذي يتمتع فيها مولود برج الدلو وهي سبب من أسباب نجاحاته في الحياة المتتالية يستحق مولود برج الدلو كل الحب والتقدير لنقمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث راح تكون معك ما شاء الله الأحداث كلها ممتازة جدا بسم الله ستكثر من الأمور الأعمال الخيرية ما شاء الله عليك والله يكثر عليك الأعمال الخيرية أنت شخص ذو خلق عالي جدا ومحب للآخرين ما راح تقصر مع أي شخص بتحسه أنه بده مساعدة منك لكن هناك شخص لا يستحق مساعدتك يا صديقي يا برج الدلو وخصوصا هذا الشخص يعني إن أكرمت الكريمة تملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرده هذا الشخص يعني أنت بتحسن إليه وماشي مقصر معه ولا بأي إيش بتقدر تساعده فيه لكن هذا الشخص راح يستبدل إحسانك بالإساءة بإذن الله تعالى راح تجيك إشارة فيه هذا الشخص لأنه هو بحاول أنه يشوه سمعتك وحتى لما يكون يعني يحكي أن الموضوع يعني بشكل إيجابي لازم يكون ينحكي عنك هو بلفه بطريقة ما أنه لا أنت شخص يعني بتعمل هاي الشغلات عشان هيك وأشياء من هذا القبيل هذا الشخص حاول قدر المستطاع أنك تبتعد عنه واكتفي بس أنه أنت بحالك أو أنا بحالي ولا تقترب منه قطعيا هناك ميول عندك لتربية الحيوانات الأليفة مثل الطيور أو القطط أو الكلاب رح تكون روحانيتك عالية بهذا المجال وخصوصا مع الطيور رح يخطر في بالك طائر الحب تحديدا ما شاء الله عليه وراح تكون يعني بتقدر من خلال روحانيتك نك تعرف إذا أنه هذا الطائر يعني عطشان شعان حاب أنه يطلع بالهواء الطلق بالشمس ما شاء الله عليك تحمل قلب أبيض صافي مثل اللبن ما شاء الله عليك أنت من الأشخاص الرائعين جدا ودائما بتبهرني بعدة أمور يا صديقي يا برج الدلو لنقمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث بإذن الله رح تكون معكو يا أصدقائي تزداد رغبتك في السفر إلى مكان بعيد إلى دولة أخرى ستاح لك بعض الفرص من أصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعية تعرفت عليهم مؤخرا ورح تقترح عليهم أنهم بحثوا لك على عمل بالدولة التي هم قائمون بها حاول قدر المستطاع أنك يعني بهذا الموضوع لا تشعر في الخجل أو أنك تتردد طلب المساعدة بهذا الموضوع خصوصا أنك بتحب مجالات السفر وفعلا مولود برج الدلو إذا تذهب إلى دولة أخرى بحقق نجاحات ممتازة جدا لأنه هذا الموضوع يعطيه طاقة إيجابية وبعطيه كمان دافع أنه ممنوع يفشل فبيضلوا دائما إلى الأمام بس الناس اللي بيحصلوا على فرص إلى سفر إلى دولة أخرى يحاولوا قدر المستطاع تكون على إجر ثابتة كيف يعني على إجر ثابتة يا أصدقائي يا موليد برج الدلو يعني أنه يكون الشخص اللي بيبعث لك على سمثال أنه في عمل بالدولة اللي عنده تكون عقد عمل أو أشياء من هذا القبيل أما شخص حكالك أنه في عمل في المنطقة اللي عندي بس أنه تعال سافر هذا الكلام كله لا تأخذ به لأنه مش رح تلاقيه على أرض الواقع لما تسافر ستكثر من التنقلات والسفرات القصيرة بين المدن حاول قدر المستطاع أنك تكون أكثر وعياً وخصوصاً في الطرقات تكون سيراً على الأقدام أو بمركبتك الخاصة لأنه في أمور كثيرة تشغل بالك بتخلي فيه عندك يعني شردان في الذهن والحادث يا أصدقائي هو عبارة عن ثانية أو ثانيتين وليس أكثر فلازم أنك تأخذ حذرة بهذا الموضوع ومتحاول قدر المستطاع أنك تركز في الطريق الذي أنت ذاهب إليه سيقترح عليك أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء ذهاب إلى رحلة ترفيهية ممتاز جداً وأنت بحاجة لهذا الموضوع وخصوصاً أنه بالأون الأخيرة كانت أمورها كلياتها مهنية ومليئة بالأمور تطور من مواهبك وبعيدة عن الأمور الترفيهية والأشياء من هذا القبيل فهذه الرحلة الترفيهية حاول أنك تذهب إليها عشان تكسر الروتيني اليومي تبعك تستعيد نشاطك وحيويتك اللي أنت متعود عليها واللي يعني فقدت منها جزء بالفترات الماضية ويخليك أنه كمان تقوم مهامك اليومية على أكمل وجه ممتاز جداً بهذه الرحلة الترفيهية اللي أنك ذهبت إليها رح تكون بالمناظر الطبيعية رح تجيك الهامات لأمور كثيرة كانت في رأسك مش ملاقي لها أنت حلول رح تجيك الهامات لحلول لهذه المشاكل كلياتها بإذن الله تعالى ورح تكون فيها مبسوط كثير لأنك يعني الأشخاص اللي أنت رح تذهب معهم ناس مقربين عندك ومنسج معهم ورح تتبادل الكلمات الرائعة جداً ولا تتردد أنك يعني تحكي لهم عن بعض الأمور المعلقة عندك اللي بحاجة إلى استشارة وما خاب من استشار يا أصدقائي هناك هناك شخص من الماضي من الجنس الآخر كان بسمعني ذكر فهو أنثى وإذا كانت تسمعني أنثى فهو ذكر هذا الشخص سيحاول أنه يتواصل معك والأغلب أنه من الأبراج النارية يتواصل معك علشان يقدر يرجع الأمور إلى ما جريها مثل ما كانت في السابق بس مش عارف شو هي الطريقة المناسبة وخصوصا خايف من ردة فعلك أنها تكون يعني مش إيجابية سلبية وأنك ترفضه وأشياء من هذا القبيل بس هو رح يتجرأ ويبعث لك يعني رسالة أو خبر مع شخص ما هذا الموضوع رح أخليه إليك يا صديقي يا برج ادلو لأنه كل واحد حسب وضعه الاجتماعي يا أصدقائي بسم الله سيكثر من حولك الحساد والبحاول وإعاقة تقدمك ونصب إليك الفخاخ والمكائد وخصوصا للناس المقربين وإتق شر من أحسنت إليه هذول الأشخاص يحاولوا يعني تشويه صورتك ويطلعوك يعني بموقف عسبين المثال مش إيجابي علما لأنك لا تستحق لأنك دائما أنت يعني شخص مع الحق ودائما بتتكلم عن الآخرين بطريقة إيجابية وعمرك ما أسأت الأدب لأحد إلا اللي بيسيء إليك هذول الأشخاص بإذن الله تعالى رح تجيك إشارة فيهم حاول أنك تتواجه معهم بشكل مباشر ولا تتردد بهذا الموضوع قطعيا علشان يسكتوا وما يتحدثوا قطعيا عنك بالخلف طريقة يعني تشويه صورة أو أشوائق من هذا القبيل لأنه هذا الموضوع بيأثر عليك سلبيا وخصوصا أنك بمرحلة انتقالية وبتتعرف على ناس جدد والناس اللي جدد دائما ما بعرفوكم ليه فكالتالي شو بيسمعوا فبصدقوا فهذا الموضوع يعني لا تستهين فيه وحاول أنك تتواجه مع هذول الناس هم النوعيات اللي مش جريئة أو أشياء من هذا القبيل هم بس عملية بيحكوا بالخلف وبالغدر أما بالمواجهة شخصيتهم ضعيفة جدا وبس هم شغل مراقبة الناس من راقب الناس مات أهما ودول الأشخاص يعني هم من يعني أكثر الأشخاص فشلا في الدنيا اللي بيظلهم يحكوا في الخلف ويراقبوا الناس والله يحماك منهم ومنعيونهم لأن العين يا أصدقائي بتأخذ حقها من الحجر كيف يعني بتأخذ حقها من الحجر هذا مثل بس ما في حدا يعني يعني فهمه مزبوط يعني الحجر قديش قوي وقاسي بس إذا الشخص يعني تطلع عليه من نظرة الحسد الحجر منكسر نصين وفي قصة واقعية على هذا الموضوع منحكي فيها بعدين يا أصدقائي لنقمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث رح تكون معك بإذن الله تعالى سأقرأ الآن عاطفيا للمتزوجون بسم الله إن شاء الله الممتازة جدا أنت والشريك مليئة بالأمور اللي بتدفع بمصالحكو إذا الأمام ما يكون فيها أي مشاكل أو عرقيل بإذن الله تعالى بسم الله ستكون بداية شهر ممتازة جدا بينك وبين الشريك رح تكون مليئ مليئة بالأمور الإيجابية اللي بتجمع بينك وبينه ورح تتقائر رح تتلاقوا الكثير من الكلمات رح تتبادلوا عفوا الكثير من الكلمات الرائعة جدا بينك وبين الشريك هذا الموضوع سيعزز رابط الحب بينك وبينه ورح تشعر إنك رح تعيدوا شهر العسل من أول وجديد الله يديم المحبة بينك وبين الشريك وما رح يبخل عليك لا بأي موضوع بده نصيحة أو أشياء من هذا القبيل أو أي مساعدة بقدر يساعده بقدر يساعدك فيها وإنت رح تبادله نفس الشعور ما شاء الله عليكم هذا الموضوع رح يدفع بمصالح العائلة إلى الأمام رح تكون مليئة يعني بالأمور الإيجابية ولي بتشعر فيه إنك بالارتياح العاطفي مش عسمي المثال قلقان بأمور البيتية أو بتفكر بأمور الشريك فرح تكون تتمتع طاقة إيجابية تقدر من خلالها إنك تدفع بمصالحك إلى الأمام زائد مع دعم الشريك إلك رح تكثر كثير من التنقلات إلى مناسبات سعيدة المناسبات السعيدة رح تكونوا منسجمين جدا هناك شخص من الجنس الآخر كان بسمعني ذكر فهو أنثى وإذا كان تسمعني أنثى فهو ذكر هذا الشخص سيحاول زرع الفتنة بينك وبينه لأنه يعني ينظر إليك نظرة الغير والحسد هو علاقته العاطفية فاشلة جدا ومليئة بالنقاشات الحادة فهي الطاقة السلبية بحاول إنه ينقلها إلكو رح يحاول إنه تحديداً مع الشريك إنه يحاول يحكيره يعني كلمات يزرع الفتنة بينك وبينه حاول إنه أي نقاش تتعرض له من الشريك إثق تماماً إنه الكلام هذا مش من عنده فيه شخص يعني حاكي معه بخصوص هذا الموضوع اللي مخليه يجي يتحدث معك به فاخدوا الأمور بهدوء أعصاب وبإذن الله تعالى هذا الشخص رح تجيك فيه إشارة وإحكي للشريك بشكل واضح وصريح إنه هذا الشخص انتويا مش على وفق وحدد له إنه يعني بتحبوش بعض أو بتكرهوا بعض علشان لما يحكي عنك للشريك أي إشي سلبي أو كلمات يعني مش صحيحة الشريك داخليا يكون عارف إنه هذا كلام عبارة عن كيدي وليس كلام نصيحة أو إنه حقيقي رح يسير رح تتلقى هدية رائعة جدا من الشريك وأنت تستحق هدية هاي رح تعجبك كثيرا هذا الموضوع رح يعزز رابطة الحب إزيادة ما هي معززة بينك وبينه الفرصة مناسبة جدا لتحديث المركبة أو أثاث البيت أو تغيير عفش البيت أو دكور المنزل أو للبيع والشراء الفترة مثالية جدا يا صديقي يا برج ادلوا لهذه الأمور حاول قدر المستطاع إنك يعني بالذات الناس اللي عندهم بيع وشراء إنهم يستغلوا الفترة هاي وما يستعجلوا بالبيع والشراء لأنه رح يجيهم أكثر من عرض على موضوع البيع أو الشراء فيتأنوا وبعدين ينقوا أكثر 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 إشي فيه فايدة لهم بحالة البيع والشراء وإن شاء الله طريقك دائما رح تكون ممتازة جدا مليئة بالأمور السعيدة لنكمل بسم الله والفترة كمان مناسبة جدا للتنقل إلى منزل جديد وخصوصا الناس اللي حابين إنهم يعني ينقلوا إلى منزل جديد أو بالهم موضوع عمار أو شراء يعني شقة أو أشياء من هذا القبيل لأنه الانسجام عالي جدا بينك وبين الشريك هذا الموضوع يتوح لك إنك أنت يعني تقدر تقترح اقتراحات رائعة جدا لأنه الشريك رح يوافق عليها كل ياتها لأنه يثق بك مية بالمية وبعرف إنه حكيت كله بصب بصالح العائلة ما شاء الله عليكم والناس اللي عندهم يعني أولاد رح يكونوا مبسوطين جدا بولادهم لأنهم رح يحققوا إنجازات طلحوظة في مجال الدراسة ورح تكون الأجواء العائلية ممتازة جدا بينك وبين عائلتك وأولادك ما شاء الله عليك صديقي يا برج ادلو إن شاء الله حياتك كليات رح تكون سعيدة عائليا ومهنيا سنقرأ الآن عاطفيا للعازبون بسم الله كيف يعني عازبون يا أصدقائي للعازبون اللي عندهم مشريك حياة طبعا طبعا يا أصدقاء القراءة عاطفيا للشريك الحياة المستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي يعني بكون فيه شخص متفق انتوية إن شاء الله في الزواج القريب العاجل وليس الآجل أتمنى لكم حط سعيد من كل قلبي بسم الله هناك بعض الأشخاص يحاولوا تخريب علاقتك بينك وبين الشريك وخصوصا الأشخاص اللي أنت بتتبادل معهم خصوصيتك وأصرارك اللي بينك وبين الشريك رح يحاولوا استخدام أصرارك كأسهم ويرموك بها بهدف تشويه سمعتك فحاول قدر المستطاع لا تثق بأشخاص مشتقة وخصوصا اللي بتطلعوا عليك بنظرة الغيرة والحسد وأنت بتعرفهم وبتقدر تميزهم ينتابك شعور في القلق ناحية الشريك المستقبلي وخصوصا أنه موعد الزواج اقترب بينك وبينه بس أنت بش ملاحظ أي موضوع جدي حدث مثل أنه على اسم المثال يجي تقدمه بشكل رسمي أو أنه على اسم المثال أمور يعني بلشت بالصعيد الجدي بينك وبينه عشان يتم الزواج هذا الموضوع يعني يشعرك في القلق ليش مش مجهز حاله للمرحلة هاي حاول أنك تتحدث معه بشكل مباشر للشريك وحكيله بكل مشاعرك علشان هو يحكي لك شو السبب اللي عنده لخلا يتأخر بالموعد اللي بينك وبينه حاول أنك لا تأخذ قرار سريع جدا اتجاهه لأنه رح ينتابك شعور أنك يعني تفصل هذه العلاقة لأنك أنت شخص يعني دو قرار وإذنك لاحظت أنه هذه العلاقة رح يكون فيها يعني خيبة آمال أو فشل ما رح تتردد بفصل هذه العلاقة لأنك من الأشخاص اللي ما بتحب أي شخص يتلاعب بمشاعرك هذا الإشي يعني ما عليه زود بس حاول أنك تمنحه الفرصة الكافية عشان فيه زي ما حكيت لك ناس بتحاول تخريب علاقتك بينك وبين الشريك المستقبلي سيقترح عليك الذهاب لرحلة ترفيهية انت وياه كلقاء هذا اللقاء رح يكون ممتاز جداً مليء بالأمور الإيجابية رح تتبادل الكلمات الرائعة جداً المليئة في الحب وحاول أنك تتحدث معه في الأمور المستقبلية مثل موعد الزواج أو حابين تسكنوا شو حابين تسموا المولود وأشياء من هذا القبيل عشان يظلوا ما أخذ باله أنه هذه العلاقة جدية وليست علاقة حب وبس لأنه بعد الحب اللي هي العلاقة الجدية والزواج وإن شاء الله رح تكون من الناس اللي بحالفهم الحب من موليد برج إدلو شهر أربعة بإذن الله تعالى هناك تغيرات من الشريك اتجاهك وخصوصاً أنه مش زي أول بكثر الكلام معك ودائماً برن عليك وبرسلك رسائل كثيرة جداً هذا الموضوع بخليك أنه يعني مش زي أول فيه إشي تغير اتجاهه معاك حاول قدر المستطاع أنك يعني تضبط أعصابك وتلتمس لعذر ممكن يكون يعني مجغول بأمر ما أو فيه أمر عائلي حدث معه خلاه أنه يكون يعني مجغول بأمور أخرى فما قدر أنه يعني يتحدث معك سيما هو معودك دائماً يكثر من المكالمات اتجاهك دائماً يسأل عنك ودائماً يبعث لك الرسائل الرائعة جداً فحاول أنك أضبط عصابك لأنه هاي كل هالأمور ستخليك تأخذ اتجاه أمور يعني سيتفكر بأمور مش إيجابية سلبية تجاه الشريك فالمطلوب منك أنك تضبط عصابك يعني تعدي هذه المرحلة خير وسلامة عبين ما تبين معك الرؤية الصحيحة أنه الشريك شو بيفكر فيك داخلياً وليس الظاهر لأنه دائماً فيه الظاهر إشي والداخلي بيفكر فيه الشخص إشي ثاني ما له دخل في الظاهر وأنت شخص ذكي جداً حاول أنك تحلل كلماته وبتقدر من خلالها تصل للأمور اللي ما حكى لك إياها وتستنتجها وأنت دائماً استنتاجك صحيح جداً لأنه واقعي وزاعد أنك هذا الشخص بتعرفه مليح وبتعرف أطباعه فبتعرف كيف طريقة تفكيره سأقرأ الآن عاطفياً دي المنفصلون بسم الله أو لما عنده مشريك حياة مستقبلي أو حالي إن شاء الله رح تكون أموركم تمام ما فيها أي مشاكل أو أشياء من هذا القبيل وخصوصاً إنكم تجاوستوا فترة ما كانت سهلة عليك قطعياً كانت مليئة بالأمور خيبة الأمال من الناس المقربين والعزيزين على قلبكم ستحاول إعادة إعادة ضبط أمورك تستعيد طاقتك الإيجابية وتتحدى وتواجه الدنيا وتتحداها من أول وجديد بدون مساعدة شريك حياة مستقبلي أو حالي ورح تنجح في ذلك ورح تحقق إنجاز ملحوظ جداً تلفت الانتباه إليك به ورح تتلقى المكالمات الرائعة جداً والمليئة بالأمور الحماسية اللي بتدفع مصلحتك إلى الأمام هذا الموضوع بيخلي عندك طاقة إيجابية رائعة جداً وثقة النفس عندك بتزداد هناك شخص من الماضي كان عزيز على قلبك رح يحاول كمان التواصل معك يحاول إنه يعيد الأمور إلى ما جريها مثل ما كانت في السابق رح يحاول إنه يبعث لك رسالة عشان يعس نبضك فيها إنه يعني في عندك قبول إنه ترجع الأمور لمجاريها مثل ما كانت في السابق أو لا هذا الموضوع رح أخليه إليك يا صديقي يا برج إدلو لأنه هذا الشخص عنده بتعرفه كثير كويس ويعني مقذي معه فترة كثير طويلة كانت فإنت عارف إذا أنه مناسب إلك أو لا أما كان مش مناسب لا تتردد إنك يعني تظل لك مصرعة قرارك بانتهاء هذه العلاقة لأنه لما تكون تبع علاقة مش ناجحة إنتهي قاعد بتضيع وقت وزاعد كمان بتضيع فرص عاطفية ممكن تيجيك هما يكون يعني فرص عاطفية تيجيك وإنت عندك يعني شخص يعني ناوينتوا إياه على الزواج فكالتالي الفرصة هذيك بتضيع من اتجاهك وهذا الشخص أصلا ضيع عليك فرص كثيرة في الماضي فيعني فكر قبل ما تأخذ هذا القرار بشكل جاد ينتابك شعور في الملل وتشعر أنه يعني مع كثرة الناس من حولك تشعر أحيانا في الوحدة بسبب خيبة الآمال من حولك يعني ما في حدا من حولك أنت بتقدر أنك يعني تتريح وتحكي معاه بكل أرياحية وشو هي مشاعرك الداخلية لأنه ما في شخص أنت بادلت بأسرارك إلا ما تشعر أنه استخدم أسرارك كأسهم وبرميك بها قاعد وبحكيها للآخرين وإنت هذا الموضوع كثير بتكرهه وما بتحب أي شخص أنه يحكي عن أسرارك الخاصة تحديدا والشخصية وتزداد رغبتك في السفر إلى دولة أخرى هذا الموضوع يشغل بالك كثيرا ويكون من أهم أولوياتك بشهر أربعة أنك تبحث عن فرصة سفر عشان أنك عارف أنه هذا الموضوع هو اللي رح يخليك تطلع من أي موضوع اكتئاب أنت فيه حاليا أو أشياء من هذا القبيل هناك معجب هذا المعجب جديد جدا وأنت تعرفت عليه بالآونة الأخيرة رح يحاول أنه يتقرب منك ويعمل معك علاقة عاطفية بس أنت وضعك يعني مش سامح أنك تستقبل أي علاقة عاطفية وانت هيك يعني مش لا شعوريا ترفض أي علاقة جديدة بسبب أنك فقدت الأمل وزائد أنك يعني بطل اتفق بأحد بس هذا الشخص معجب بك كثيرا أنا بشوف أنك تعطيه فرصة يا صديقي يا برج ادلو هم الأبراج النارية وبتطلع عليك بنظرة الإعجاب والحب رح ترك الموضوع إليك بس أنا شايف يعني من وجهة نظري أنه شخص مناسب إليك وزائد كمان أنه ذو خلق هناك هناك ناس كثر من حولك يجلب لك الطاقة السلبية ودائما يحكو الطريقة مش إيجابية الطريقة يعني بتشاؤموا وبيخلوك يعني دائما هاي الطاقة السلبية اللي بيحكو فيها بطريقة التشاؤم قاعدين زي العدوة اللي بينقولوها إلك فحاول قدر المستطاع هذول الناس إنك يعني لا تقعد معهم كثيرا علشان أنت اللي فيك بيكفيك يعني عندك طاقة سلبية بسبب خيبة الأمال وهم قاعدين بيكملوا عليك فيها وإنت حاب أنك تخلص من هذه الطاقة السلبية علشان تقدر تواجه الدنيا من أول وجديد وتحقق نجاحات جديدة وطموحاتك وأحلامك بإذن الله رح تتحقق بالفترات القادمة يعني زي ما حكيت لك لكل مشتهد نصيب وأنت يا صديقي شخص مشتهد وتستحق أعلى المراتب سأقرأ الآن دراسيا للأمور للناس اللي عندهم مطالعة أو امتحانات داخلية أو خارجية إن شاء الله رح تكون أمورك الدراسية ممتازة جدا مليئة بالتفوقات والعلامات الرائعة جدا وتحقق أكثر من الأمور التي أنت متوقحها من علامات إيجابية بإذن الله تعالى الفرصة مناسبة جدا لتحقيق إنجاز في مجال الدراسة ما شاء الله عليك رح تتمتع في قدرة ممتازة جدا اللي هي تحفظ المعلومات بشكل سريع جدا وزائد عندها قدرة تخزين رح تتمتع فيها للمعلومات بتخليك إنه تقدر أنك تدفع بمصالحك إلى الأمام وخصوصا الناس المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية رح يحققوا علامات أكثر من ما كانوا يتوقعوا هذا الموضوع رح يخلي كثير من الزملاء من حولك يحاولوا يتقربوا منك طمعا بالأمور الإيجابية اللي بتحدث معك إنك يعني تدعمهم بالأمور الإيجابية أو بأمور هم مش فاهمينها تفهمهم إياها هناك موضوع مهني يشغل بالك هو مش مرحلته يا صديقي يا برج الدلو يعني حاول حاليا كونك يعني عندك أمور دراسية أنك تركز بالأمور الدراسية وكل شي إله ووقته بس أنت تشعر إنه هذا الموضوع إنه يعني فيه مكاسب مالية ومش حاب هذه الفرصة إنها تضيع منك أنا ما بنصحك إنك تقدم على هذه الفرصة وتخليها بعد ما تخلص الأمور الدراسية بتكون أمورك يعني صارت جيدة جدا ومتفرغ للأمور المهنية وسعيثها بتقدر تدفع بمصالحك إلى الأمام وتحقق إنجازات رائعة جدا وليس يكون عندك أكثر من موضوع يشغل بالك تتمتع بروحانية عالية جدا وقدرة إنك تعرف الأشخاص اللي من حولك كيف بفكروا اتجاهك ورح تميز الأشخاص اللي بيحبوك فعلا والأشخاص المخادعين اللي يعني قدامك بيحكوا إشي وبخلفك بيحيوا إشي بيحكوا إشي فاني يعني رح تنزال كل الأقنعة المزيفة اللي أمامك سأقرأ الآن صحيا إن شاء الله تكون عندك الصحة ممتازة جدا لأن الصحة يا صديقي يا برج إذا لو هي كل شيء وإذا راحت الصحة راح كل شيء بسم الله تبدو الصحة جيدة في هناك إرهاق جسدي بسبب المجهودات المضاعفة وتحركاتك الكثيرة اللي كانت بالفترات الماضية حاول أنك تأخذ يوم استراحة لكي تستعيد نشاطك وطاقتك الإيجابية اللي أنت متعود عليها تقدر تقوم مهامك اليومية على أكمل وجه وبعد عن الأشخاص السلبيين اللي بحياتك اللي بيحكوا دائما بطريقة التشاؤم هذول الأشخاص دائما بجلبولك الطاقة السلبية وما بيخلوك أنك تدفع بمصالحك إلى الأمام حاول أنك تعمل برنامج رياضي ممتاز جدا إليك لابتقدر تذهب إلى نادي وقتك بسمح بكون ممتاز كثير وده ما بتقدر اكتفي في الرياضة الصباحية اللي كنا احنا بنعرفها اللي من أيام المدارس تعلمناها يا أصدقائي هي عبارة عن أربع دقائق خمس دقائق بس اثق تماما إنها راح تعيد نشاط جسمك كاملا ورح تبعد عنك أمراض كثيرة بإذن الله تعالى بشكل عام وضعك ممتاز جدا الصحي يعني ما في أي عشي بطلق أبلغك في يا صديقي يا برج الدلو ممتاز جدا هناك طاقة إيجابية راح تتمتع فيها راح تخليك مندفع ونشيط جدا وخصوصا الإنجازات وتعبك إنه ما راح حلفاضي وكله بالاتجاه الصحيح فبيخليك دائما نشيط ومثابر وبتدفع بمصالحك إلى الأمام ممتاز 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 والمكالمات اللي راح تتلقاها الحماسية من ناس مقربين من حولك من أفراد العائلة والأصدقاء هاي المكالمات كلها راح ترفع عندك الطاقة الإيجابية لأنه مليئة بالكلمات الرائعة جدا اللي بتخليك تتمتع بطاقة إيجابية وزائد إنه ثقتك بنفسك تزداد وسعيدها راح تشعر إنك قادر إنك تقوم بكل إشي وما في إشي ما بتقدرش ما في إشي ما تقدرش إنك ما تعملهوش كل شي بتقدر تعمله وخصوصا مولود برج الدلو لأنه عنده ميزات رائعة جدا مثل ميزة الذكاء والجلد اللي هي دائما عنده جلد إلى الأمام مش متراخي مصر على تحقيق أحلامه لكل مجتهد نصيل اتهت قراءتي لصديقي لبرج الدلو لشهر أربعة نيسان أبريل 2022 لا تنسوني بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنسوني من اللايك